انطلقت أعمال القمة الإفريقية العادية في دورتها السادسة والسلاثين في العاصمة الإسيوبية أديس أبابا فيما تفرد أزمة الغزاء وقضايا الأمن نفسها على أجندتها وخلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن دول القارة تقاوم الإرهاب رغم غياب التضاوم فيما بينها مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تعد من أبرز الملفات المطروحة على القمة الحالية في ضوء تمدد التنظيمات المتشددة غرب القارة وحول بحارة تشاد وفي القرن الأفريقي وأوضح فكي أن عدم الاستقرار في بعض مناطق القارة يغذي الإرهاب كما أكد أيضا ضرورة أن يكون للقارة حضور دائم في مجلس الأمن الدولي